نرتدي الحروفة أزياء مرحبا يا أصدقاء سأرتدي هذا الزي آه إنه ضيق علي آه آه تمزق الزي في الحال وضحك علي الأطفال بينما أسير رأيتهم يهدمون المتجر الصغير بدأوا بالانتظار وبقع حرف بالجوار بسرعة ارتديته وللمدرسة أخذته ساخر مني الصغار وانقطعت بعدها الأنوار آه 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 أدرت زر الكهرباء وأضاء الحرف الأرجاء آه آه أنا قدم آه آه فقطت على السلالم ها تحطم السلم هنا فلنساعد بعضنا وقعنا كلنا سأساعدكم أنا صعدوا على الحرف آه لا تتركوني في الخلف رفعوني من الأرض وبدأنا العرض بحروف الأبجدية قمنا برقصة مسلية آه آه étaientめ انتهينا بشكل سريع لأحصل على الإعجابات سأشاهد صديقتي علي التجهيز للقطتي التجميع الثمل والآن سأبدأ العمل إنه حذاء حديدي وحزت إعجابات أكثر مما لدي لدي فكرة لائعة سأذهب للكراج مسرعة أخذت الأسود من الألوان وطليت الحذاء بالدهان لقد نجحت فكرتي سأقوم بري حديقتي خرج الماء بقوة الآن وأغرق كل المكان بسبب الماء تم مسح الطلاء قامت الحيوانات بالاختباء ووقفوا تحت الحذاء أوقفت الماء في الحال وسأقوم ببعض الأعمال أولاً أقوم بالتقطيع ثم الدهان السريع لقد انتهيت وصنعت للحيوانات بيت تبقت خطوة أخيرة بيت العصفور الصغيرة الآن صاروا آمنين وأعجب الأمر المشاهدين البيت قام ورقض للأمام في الثلج يا مور وكذلك البحر وصلنا لشط غريب وهناك عش عجيب فيه بيضتان من العش يخرجان لقد تصادما وخرج بيتان منهما هذان الإثنان بالأثاف يا الهوان يلقوه على الشاطئ آه كان هذا خاطئ عليكم التوقف وأحسنا التصرف إنهما مطيعان وظهر السلطعون الآن ها؟ يتقدمون إلينا سيهجمون علينا في البيت اختبأنا وللخلف تراجعنا أحدهم هاجم وأمسك القدم لنهرب يا أصحاب فوق السحاب قمنا بالرحيل ووصلنا بعد قليل سنهبط هنا إنه مكاننا بهذا الغطاء سنهبط من السماء قفز المنزل وبأمان ننزل حان الوقت لأمرح والآن سأصبح فلتقفز يا صديق الحوض عميق أنقذني الطائر بأمان سأذهب الآن فلتأتي لحوض المياه أنا لا أخشاه العوامات المطاطية ستكون فكرة ذكية للحوض أسرعت ولكنني وقعت تدحرجت للأمام انتظر يا غلام هيا لا تكن سخيف لا إنه مخيف عليك القدوم سأعلمك كيف دعوم هكذا يتم الأمر لقد قام بالحفر على الزلاجات ستقوم بالتدريبات أحرك أطرافي معا يبدو هذا رائعا هيا يا أصدقاء لنقفز في الماء للحوض وصلت وفي الماء نزلت تعلمت في الأخير أحسنت يا صغير سأكمل السباحة حان وقت الراحة لا أريد البقاء هيا قد أتى المساء مزلقة كبيرة في السماء طويلة قلت بصوت خجول أمي أخشى النزول أغضط حيني بارتجاف قالت أمي لا تخاف يهو إنها حقا ممتعة قرة أخرى ستكون رائعة ووقت القيادة قد حان لكني صغير حتى الآن قطتي الخطر الحين سأنقذك لا تخافين طار بواسطة الشباك وأنقذ القطة من هناك أنقذت العالم مع صديقي محض خيال ليس حقيقي لا تفهم القطة الأمر أنقذناها بكل ماء مرح اللعب لا يغيب مع صديقي القريب الآن بقوة رافعة أبني لأمي قلعة رائعة صرعت طريقا ذهبيا طويل قالت أمي يبدو جميل ووو لن يبلغ المرح منتهى فقط لو تخيلنا بالجبنة الصفراء سأصنع الغذاء اكتمل التصنيع بشكل سريع قمت بتعليقها ليتم تجفيفها أوه يبدو هذا جميل سأكون القليل أوه أيتها الشريرة أعيدي وجبة الصغيرة بالشرائح الطويلة صنعت جدائل جميلة أوه لم يحبها الأطفال وغادروا في الحال سأؤمن المكان وأنام الآن عادت من جديد وأكلت المزيد سأحتفظ بالبقية فكرة غبية أغضبتني للغاية سأعود للبداية سأكل مجددا ليس هذا جيدا طاردتها للأمام وحدث صدام الوجبة خرجت وبالألوان امتلأت سأنتهي أخيرا آه لقد تعبت كثيرا سأقوم بجمعها قام الأطفال بأكلها أثناء صعودنا وجدت ثمارا هنا عليك رميها لا يمكنك أكلها كالبالون تحولت وللكهف نزلت بالداخل وحش ينام صدمته فقام من أيقاذني؟ أنت من أزعجني؟ هي الزمجر بغضب علي الهرب أثناء الفرار وقعت على الثمار لقد تناولتها وانتفخت بعدها للأسفل وقعت وللكهف رجعت ستكون وجبة جيدة علي المساعدة أيها الشقيان سأوقفكم الآن سأسد الباب لا يمكنكم الذهاب يخيفني بشدة وعطس الغول بحدة إنهما يثقى فزان ومن الكهف يخرجان خرج الوحش الثائر ووقعت ريشة طائر يمكننا استخدامها لنعطس بها العطس القوي كان حلا ذكي هربنا بذكاء ثمار حمراء لطبيعتنا نعود وقام الوحش بالصعود بالثمرة الزرقاء سنعيده للوراء لدي ضوء لامع يبدو هذا رائع بعض الطرقات لنخرج الماسات اوه احتاج المساعدة لدي فكرة جيدة ببذور الطعام سأضرب الأقزام جعلتهم يتوقفون والآن يهربون آه العجلات يعودون وأخذوا الحلزون هؤلاء الصغار يلوذون بالفرار هاي افتحوا يا أصحاب كيف أعبر الباب؟ آه وحش بقرون كبيرة؟ تبدو ليك شطيرة آه سأهرب الآن وأختبئ بأمان آه أنقذتني الصخرة ولدي فكرة صعام مرسوم سيدفعه للقدوم يا نجحت الخدعة وانطلق بسرعة صدم الحجر والباب انكسر استطعت الدخول آه غير معقول يستخدمون الجواهر لحفل سهر زال الخطر لنستمتع بالسهر أهلاء القيادة غناء جميل آه من الخلف ثقت البرميل الطريق يبدو مضطرب كل البرميل تنقلب انسكب سائل البرميل آه تحولت زهرة لرجل طويل العمل يشعرني بالإرهاق يبدو سهلا للعمل وقع من السائل قطرة فتحول الفتر لشجرة آه مرتفع جدا ماذا أفعل فسيهبط للأسفل ها ها سأنزلك بعد قليل لكن ساعدني في التحميل لمست الخنفساء السائل أوه سهرت ضخمة بالكامل شكرا للمساعدة يا صديق ذبابة تعتص عند التحليق ايه سقطت جراثيم صغيرة وتهاجم بسورة كبيرة الجراثيم العملاقة مقززة أوه سأطرطها بأسلحة مجهزة واحد اثنان ثلاثة نظفتها بكل سلاسة وصلنا أخيرا للبركان الشاحنة لا تصعد الآن آه كنت سأبدأ بالبكاء لكن أتت الخنفساء هكذا تنتهي الحكاية إنها أجمل نهاية